حوسوا على عالم واحد ماذا يحوس على التفريقة؟ ماذا يحوس على جزائري؟ نحن نقوله كلنا جزائريين ونقوله الخيرات تنتعي الجزائر للولايات كلها ماذا يحوس على منطقة؟ ماذا يحوس على هذه الشركات؟ والله هذه الصناعات هو أن نوت نفس الناس على خدمة الجزائر ماذا يحوس على منطقة الناس على شكل مردخاي؟ ماذا يحوس؟ لم يكن لديها أيامات تنتعي الجامعة رأيتم كيف عقبوها؟ خلي من قضي انتع انزال العالم خلي من قضي انتع محول اللغة العربية وقال لك بلية هؤلاء تسمعون ونحن لا نعلم مشكلة لا نعلم مشكلة مع القبيلي واسم نيتبل القاسم قبيلي أو العربي؟ أخي قبيلي ما لدينا مشكلة معه؟ لا نعلم مشكلة معه كان هو رئيس الجمعية المسلمين الجزائرين في الجزائر لا نعلم مشكلة معه وانا نتمنى أن يكون رئيس قبيلي كما نيتبل القاسم بصح ما يجيش واحد أنا يحشي لي هو ينسق مع المغاربة وينسق مع الليبيين ويحوس على دولة تمازغة ويجي يقول لي هذا العلم انتع الرايان تاعنا احنا عنا نعلم واحد علم الجزائري بالأخضر وبالأبيض وبالأحمر تأمن بإعلام واحدة أخرى خيره رب يسهل لي أنا ما ننسق معك ولا نخدم معك ولا نقعد معك على الطاب لا كلام دائي واضح تتكلم بالقبيلية ما عندي مشكلة ما عندي حتى إشكال تحت الرأي الوطنية انتوما تنتقدوا في الجماعة انتع الاخوان تقولوا باللي هذا الناس تابعين المصر تنتقدوا في الشيعة تقولوا هذا تابعين الإيران تنتقدوا انتم لما تابعين انتوما ما علاقة تنتبه بالمغاربة ما علاقة العرب قال له مثلا في القضية الفلسطينية وانت تنسق مع المغاربة الامازيغ تتنسق مع الامازيغ في ليبيا وانت تنسق مع الامازيغ في مصر وانت تنسق مع الوسمو إذا كان ذرك هذا الناس ذوق العلام هذا يسميه علامة الهوية احنا العرب ثانية يديروا علام يخرجون الهوية ويخرجون للقبائل العربية المختلفة كل واحد يدير يدير علام في إطار وطني تحت العالم الواحد تكلم بالقبائلية لا يوجد مشكلة على العين وعلى الراس لكي تفهموا باللي ما عندنا حتى خلفيات وجاء إخواننا القبائل هم منا ونحن منهم مشكلتنا مع الناس اللي رام يحبوا يدمروا البلاد ومدينها الحرب أهلية هذو هما اللي مشكلة احنا معه وهما هما اللي عندهم مشكلة ماناش حنا وهما اللي رام يخدموا لها ماناش حنا مانا انحن نحوشوا على الوحدة الوطنية تكلم بالقبائلية على العين وعلى الراس تتكلم بالشوية على العين وعلى الراس تتكلم بالترقيية على العين وعلى الراس �데هم له مشكلة تبليد المجaisse لاتقليدي على العين قبائل مستقبولين اcas third ثقافي اسمه لكن المجد كيسر المجد mare رائث الجزائي همرت؟ هذا رأي الجزائر وهذا كراية المغرب وهذا كراية تونس وهذا كراية ليبيا نحيهم دير عالم الأمازيغي في ليبيا وفي مصر وفي المغرب عالم واحد ماذا تحوز ؟ ماذا تحوز ؟ مع أن الناس على بالها في البلاد الوحدة في البلاد الوحدة سوف نسعي بالها في الجزائر باللي شوية ميتك المشكيمة القبيل والقبيل ميتك المشكيمة التورك وقال لك ديرو لغة واحدة لغة واحدة وعالم واحد ودين وشي هو دين تعكم شي هو جمعة الخير هذه القضية هذه انتع نظار وهذه انتع توفيق وهذه انتع اطلاق صراحة انتع الجنرالة هذا والشي اللي راه داير الان ما لازمش الانسان ينقشو بمعزل عن هذه القضايا هذا الناس اللي راه مدركهما في السلطة مهار لي كان الحراك في البداية انتع وكان قوة فعلا لو كان هذا كالحراك القناس اللي هما يوجهوه التوجيه الصحيح من خلال مشروع مشروع انتع مجتمع اللي يلقي كل التيارات ويجمع كل التيارات ويطرح بديل لو كان هذا الناس ما استمروش في السلطة ولو كان حتى هذه القيادات اللي راه مدركهما في الجيش لو كان يلقيوهما قاعدة شعبية حقيقية لو كانوا ما استندوا لها للأسف الشديد هذا الناس راه يخدموا معا دي كلان كي الناس اللي راه مدركهما داخل الحراك يخدموا معا دي كلان يخدموا معا كلان ضد كلان هذا حين كنا ضده منذ البداية وقبل الحراك وما زلنا الى تاريخ اليوم اذا كان حناء قال مثلا من خلال الخطب انتعنا او من خلال التوعية او من خلال كذا انتات هي الارضية الناس اللي هما حوسوا الوحدة الوطنية والناس اللي هما يحوسوا الرفعان تاع البلاد والناس اللي يحوسوا هما على المجد انتاع البلاد واشا اليه اما باش انت تروح يستغلك فهمت يجيوا مجموعات يستغلك من بعد يتهموك هما اللي عنصريين ويتهموك بالعنصرية هما اللي الرام يسعاه لي تقسيم البلاد ويتهموك باللي اللي انترك تسعى لي تقسيم البلاد تدفع ال الوقتك دفع الى تاريخك دفع الى ثقافتك دافع على كاسمك ولكن ما تمنعش الناس تمنعش الناس انتقى على جلبه تدافع على تاريخ انتحا وعيوا وmondون وعيوا وغى حوه ثقافة انتاحل ان النظال اللي راني ناظل فيه انا لا ارى هذا القبيلي والله شوي والله ترقي هذا العدو وانتعي مستحيل ولا انا راني ناظل من اجل طمس التاريخ انتعى الامازيغ قبائل وشوية والتوارق والله اللغة انتعى مستحيل ماهيش موجودة في الوسم لكن تحت مظلة وطنية جزائر تجمعنا نتلاقاوا فيها تقبيلي وهذاك عربي وهذاك شوي وهذاك مظابي وهذاك ترقي وهذاك شلحي وهذاك مش عارفنا لكن كان الخطوط عارضة اللي تجمعنا لكن لما تصير انت هزلي الصورة انت مع طبل والناس وتسمي انت في تجمعات بالميكروفون وتهضر تقول انت باللي بومدين مجرم وبومدين خائن وبومدين كذا وتستنى انت من هذاك الانسان المناصر اللي بومدين او مناصر اللي بمباديس او مناصر اللي كذا على جد باشي يمشي معاك يو ديرك مغفل بارك مغفل كيفاش انت تسبلو في الزعامات انتاعو تسبلو في القيادات انتاعو وانت يا حط روحك انت من شعب الله المختار صار تحط لي انتاعو في معطب اللي والناس انتاعك اكثر من بمباديس وكاين اللي رأيه وربما يسمع بيه يقول لي ايه احسن من بمباديس ايه ايه وكاين اللي رأيه وربما يقاسمني في الافكار وكاين اللي رأيه ويعرضني مش مشكلة لكن لما تكون انت امام الناس في تجمعات في داخل الحركة هل حرك انتاع بباك او لا حرك انتاعك لا يحق لك هو انك تخرج جزائري من الحراك لا يحق لك هو ان تقصي واحد من الحراك ما بالك انتاع اتسير انتاع هذا ابو مدينة عنده انصار حبيت ولا كرهت رأيه تحت القبر وعنده انصار بمباديس عنده انصار رأيه تحت القبر وبمعطب اللي والناس رأيه تحت القبر وعنده انصار لكن انت دافع الافكار تاك دون انك انت تسيء الاخرين كاينة مظلة وطنية تجمعنا انت تقول لي باللي ذوك مثلا هذا ما اعطوا بالو الناس كلام تكلم كلام موضوعي كلام عقلاني كلام كلام اللي قبله العقل تقول لي انت ذوك مثلا هذا ما اعطوا بالو الناس انسان فنان انسان شاعر بالقبائلية انسان ناظل للقضية الامازيئية وانسان يحتاج قال تكريم ما علي بليش انا قال ندي ان نسميه نسمي عليه مدرسة في منطقة القبائل مثلا او شارع في منطقة القبائل او ما علي بليش انا مركز ثقافي او كذا من حقك تشوف باللي احنا ارانا متكلموا بالمنطقة ومتكلموا بالعقل لكن وان انك انت تصير تمنع الاخر اللي يدرك هو مثلا ابو مدين هذا هذا ليس مغني هذا شخصية وطنية شخصية تاريخية اراه كان قائد او كان تحرير اراه قائد جيوش قائد معارك رغم انه منكم اللي هو ينكرها ينكرها يقول لك هذا ما كله ليس حتى قرطاص اجي انت تمحيه ليس منطقي لما تكون انت لا مغني ترجع منه رجل تاريخي مغني مغني مثله مثل العنقاء مثله الدحمان الحراشي مثله كل واحد عنده رسالة مغني مهما كان الامر مغني اعطي له فقط اعطي له الحجم انتع الفني والله والله اعطي له الحجم انتع نحاوسه للموضوعية هذا ما كان انا انا لا امنعك على جلب شنت اتدافع لثقافة متاعك بالعكس انا نشجعك نشجعك ونكون الى جنبك ولكن في المقابل ما لازمش تقصي الاخرين ولازم تكون هذه النضالات هذه المختلفة عربي شوي قبيل كذا يا صاحبي والشوية ما فيهمش ناس فنانين والله ما فيهمش ناس مؤرخين والله ما فيهمش مجاهدين ما فيهمش ناس اللي هم مفجر الثورة والله وفي المناطق المختلفة كاين الولايات صارنا نعرفوهم فقط غير وقت الانتخابات انت عن نسبة انت عن الانتخابات من سيين طون العام هل انت تتحوس على العدالة؟ هل انت تتحوس على الحرية؟ لماذا انت فقط تتتحوس انت راك ان تشوفوا فيهم ذركة الناس داخل الحراك الميكروفون حك منهما لماذا؟ لماذا؟ بأي حق؟ بأي حق تحكم انت الميكروفون؟ خي تقولوا حرك شعبي والله او أنا غلطين؟ خلي شعبي تكلم خلي شعبي يحط الانشغاله لماذا؟ لانه يحبين توجهوا هذا الحراك توجهوه للاكتجاه اللي حوسوا عليه وهذه النتيجة اللي وصلتوا لها وذرك اذا كان فيه نية اللي اراهم ضق كين فيه ناسر اللي اراهم يحوسوا الحراك احنا ما نش نحوسوا هو انه هذا الحراك يوصل للنتيجة اللي وصلنا لها الان لانه في البداية في البداية لعلكم تذكرون ماذا حدث قبل الحراكة خطر كين الناس للأسف شديد ينسوا بالخف تذكروا ماذا حدث القضية هذي كان اللي يسموها شبكة امير دي زاد تذكروها مليح تذكروا القضيين تع المخدرات تذكروها مليح لا يجب ان تنسوها قضيين تع سبع قناطر اللي طعوا فيها الكثير من الشخصيات السياسية منهم اللي رأوا دخل السجن ومنهم اللي رأوا برا ما لازمش تنسوها لانه هذا الحراك هذا لم ينطلق من ذاته كان فيه تضحيات انتع اجيال يجيو ناس مجاهيل اللي منهم ما عندوش نهار انتع نظال في الجزائر كان الناس اللي هوا ما ناظلوا في الجزائر بل منهم حتى اللي سجن نختلفوا معاه او نتفقوا معاه ولكن لما تترح تبحث في الاسطوريك تعو تلقاه بللي انسان راه سجنة لقضية معينة كانت تتعلق سواء برأي سياسي او بهوا سياسي ولكن مع ذلك راه ناظل في الجزائر سجنات وردم العمل تاعوا ذويقا الى غير ذلك من المسائل لكن الناس لقوا الميكروفون ولقوا الساحات ولقوا الناس ما هيش منظماء وهذا كعدم التنظيم يخدمهم خلاهم على جلبش هما يستغلوا هذيك المكبرات تاع الصوت على جلبش يصنهم شخصيات هكذاك كلامية لا افكار ولا محزنهم ومنهم من يتهجم على شخصيات متعقبوها شعلينا احنا يتهجم على شخصيات تاريخية وفي المقابل يغازل يغازل في ناس على جلبش يخليونه الساحة لأنه الأخرين واحد منهم ما يتحرك واحد منهم ما يدافع لهذه الشخصيات إذا كان حوسوا على الحركة حركة ها هو كيف يبدأ بدأ بالقضايا ابتزاز مهدوله لأنه كانت فيه تصفيات الفوق في القيادة نتاع الجيش كانوا ديكلان يصفيوا في بعضهم ومن بعد لحقت القضية نتاع المخدرات هذه كله هي سمحت لهم على جلبة يصفيوا شخصيات شخصيات كبيرة ومن بينها شخصيات اللي هما دخلوا منهم سجن من بينهم عبدالغاني الهامل هذا وتعرفوا الصراع اللي كان بينهم بين هذا عبدالغاني الهامل والقيد صالح وصل أنه قيل في ذلك الوقت من أنه حتى استعمل السلاح في المدينة تعوهرة وراحوا فيه قادة تعنواحي دخلوا للسجن قادة تعنواحي خرجوا خرجوا للبرة للخارج وفيما بعد الحراكة هذا حبوا مجموعة حركوهم حتى من بينهم الناس في البرج حركوهم كان فيه تنسيق ببعض المناطق هكذا من أجل أن يفرضوا أمر واقع ولكن فيما بعد خرجت إليه يديهم خرجت إليه يديهم وفيما بعد هذا الناس منظمين هذا الناس منظمين وعندهم أرمادة إعلامية وعندهم الأموال وعندهم البنوك وعندهم رجال الأعمال وعندهم شخصيات وعندهم قنوات ففائية وعندهم ناس راهم محامين في القضاء في كل مجالات فرضوا أمر واقع العصابة العصابة تكلمت لكم في بداية المداخلات يعني من يتكلم من له ورقة ولا من يحزنون ولا من يحضر لكلامتها نتكلم بعفوية تكلمت لكم في بداية الكلامتها على بوتفليقة شفتوا شفتوا كيف شجاء بوتفليقة من بعد في العهدة منتع الخامسة ظهرت فيها عيسى صار بوتفليقة صار وسمه التوفيق هذا ونزار وش اسمه والقيد صالح وطرطاك وهلما جرا من شخصيات سياسية والعسكرية صار معلومش بوتفليقة بالليراه وكان هو محكم عليه وكان هو وراه متابع في قضيته فساد معلومش بيه حتى 2019 باشفقوا بيه واستخدم هذا الحراك من أجل تغيير الواجهة استخدم الحراك بدليل بدليل فيه قول هو أنه هذا الناس اللي هما دخلوهم للسجن ومن بينهم الجن يرى التوفيق وإخراج خالد النظار إخراج خالد النظار فيه قول اللي يقول لك باللي استخدمت هذه المسائل من أجل حمايتهم لأنه لو كان خلوهم في مواجهة مع شعب يوكلهم وبالتالي هما كان اللي خرجوه خرجوه كان اللي يدخلوه للسجن من أجل الحماية فيه قول ما عليش لا حبيتوا تنسبوه أن أنسبوه على رواح والآن بعد ما مروا هم الانتخابات ومروا الدستور حتى الدستور ركما سمعته عاشية التصويت منتع الدستور هذاك والنسبة منتع المقاطعة كين منهم اللي قال لك ومتحديدا من منطقة القبائل قال لك باللي نحن نراها النسبة على التصويت 0 في المنطقة القبائل ومع ذلك رأنا ثبتنا الأمازيغية فيه قول آخر فيه قول آخر يقول لك باللي رغم أننا أقلية وصوتنا بلا في الدستور ولكن هذا الدستور رغم النقائص ورغم الثغارات اللي فيه ومع ذلك كين دستور ورغم ورغم تصويت بنا ومساندة ومع ذلك كين رئيس وخير من من دولة بلا رئيس وخير من دولة بلا دستور أرد أرد قال ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك وداروا الانتخابات بالنسبة درق غدوة مباشرة أن يمروا القانون تجد وانه عن الانتخابات البلدية تبدأ تشوف القواعد العرش الفلاني ضد العرش الفلاني العرش الفلاني ضد العرش الفلاني وحتى في الانتخابات الشريعية هذك من جهتنا هذك تدوليست هذك كذا وتقعد بالرح حراك هذا هو وسيلة وليس غاية والحراك هذا بشهو يتوحد ماشي حاجة سهلة لما تصير انت ذركها تحاول توجه الحراك لجهة معينة او تحوس انت على جل باش تفرض منطق معين في الحراك وتحاول هو انك انت تقصي قراء واحد اخرى وتقصي افكار واحد اخرى وتقصي مشاريع واحد اخرى ما تنتظر حتى شيء من هذه الحراك لانه خاصة من هذ الناس اللي رام يستعمله فيهم هذ الناس اللي رام ذركهم عندهم السلطة كان منهم اليوم محتاجين للحراك محتاجين على جد باش روما يستعمله كغيطة مثل ما استعمله الفيس في 1991 نظار وقتها طلع للسلطة توفيق وقتها طلع للسلطة وقتاش هما فرضوا المنطق نتاهم على الشاذي وقتاش فرضوه لما كان الفيسا فرضوه لو كان هذا الجماع انت الفيس في تلك المرحلة تحلفوهما مع الحكومة انت حمروش يقدروهما يفرضوا المنطق نتاهم لا يقدروش لكن هما دخلوه هذك التيار الوطني والاسلامي دخلوه في بعضهم ضربوه في بعضهم الى غاية انه صار علي بالهاج يقول لك منين ما حط حمروش نحط عقابو النتيجة نظار مسك السلطة والجماعة الاخرين نفس الشي حصل في الحراك والان اذا كان الناس مرافضين هذا الشنقريحا وتبون وكذا رايحين هم يزيدوا يعتمدوا على الحراك غير كون وهانيين بالتالي اذا راكم تحوزوا على التغيير الحقيقي لازم هو اول شيء مائدة الحوار معينة الحوار هذو الناس اللي راكم انظركوا هما ينشطوا انا اتحث على واحد بوق هذا هو الميكروفون وراه ويظالي بالرح هذا هو انا ما علبة ليش بهم روح ايط على روحك ما نجيلك ما نقعد معك الناس اللي راكم انظركوا هما مناظلين القضية وطنية مناظلين القضية وطنية هذول كان هما يقعدوا يتواضعوا لبعضهم بعض خاصة من الناس هذول اللي كانوا قبل الحراك كانوا هما يناظلوا يقعدوا على معيدة الحوار يتنقشوا ويدوروا خطوط عارضة ويوصلوا هو انه يلقوا سيغا على جلباش يتواصلوا مع شخصيات وطنية معروفة بالنزاة انتاحا معروفة بالتاريخ انتاحا معروفة بالمبادئ انتاحا معروفة بالنظال انتاحا وينسقوا معاهم من اجل ايجاد سيغا ويخليوا هامش كبير للشعب على جلباش هو يلتف حول هذا المشروع اللي يكون هو المشروع الجامع ويجمع الجزائريين يمهد حتى اذا كان في حراك يمهد هو الناس داخل الجيش حتى باش غدوة فيما بعد يكونهما كأدف ضغط قال يتحركوا في الوقت المناسب مثلا في حدوث قال مثلا قال انتخابات شرعية والله قال مثلا في حدوث مثلا تزوير والله هو انك انت تفرض تفرض الواقع على هذه الجهات اللي يراها مستمر تا ذوك الغدوة لو كان ذوك مثلا يكون حراك قوي ويكون منظم ويكونوا فيه ناس واعيين تستخدم انت هذه الانتخابات درك هذا المجموعة راهم قال ذوك مثلا هذو راهم رايحين الانتخابات الشرعية انت تستخدمها مجموعة من الشخصيات مجموعة من المناظرين مجموعة من الشخصيات الوطنية يتفقوا على جهل قال مثلا يدخلوا للانتخابات الشرعية والبلدية تدي غدوة انت الانتخابات الشرعية والبلدية تديها بأغلبية ساحقة غدوة رايحة رئيس الحكومة يكون من هذه الأغلبية ويكون الحراك راهم معاه مع انت النوع او خرجته هذه القوة الشعبية فيما بعد انت تهيئ الارضية هذه الناس اللي راهم داخل الجيش باش غدوة انت تفرض تغييرات حتى اذا كان انت ممسكتش السلطة قال مهن منه على عام والله والله على عامين المهم انت تهيئ لانك انت باش انت تقدر انت تسيطر على المستوى الوطني راهم مش حاجة سهلة اول شي هو انه لازم تكون عندك قاعدة شعبية قاعدة شعبية صلبة تكون فاهم التحولات هذه اللي راها موجودة في الخارج لانه كينين الناس سواء في فرنسا ولا في امريكا ولا في دول واحدة اخرى راهم هما رافضين رافضين هو ان الجهية قوة تصير اقليمية وتصير هي تتحكم هي في المشهد ناس عندها مصالح ناس عندها تجارة ناس عندها كذا بالتالي انت لازمك تكون انت مع ناس ذكية بايش انت تروح انت تحط لهم انت البلاد تحطها نانو معنا في قصعة على جلبة شوما يجوا يفلوها لذلك الاخوة والاخوات جاءت هذه الفرصة لازم هو انه الناس تستغلها قبل حكيتكم هنا على قضية انت تابت في الاقاء هذالناس المفهوم انت على اصابه يختلفها المفهوم انت على هنا احنا الاعصابة اللي نشوفه فيها هي العصابة اللي تتلاعب الإرادة الشعبية هي العصابة اللي تتلاعب بالثروات انت على الشعب هي العصابة اللي هي دخلت الجزائر في محرقة وأنه صار الإبن يقتل في باباه والأب يقتل في ابنه باسم الإسلام وباسم الوطنية وباسم كذا العصابة نشوفو فيها هي اللي فقرت هذا الشعب هي اللي حطمت هذا البلاد هي اللي أخرت هذا البلاد العصابة نشوفو فيها نحن لا نربطها بأشخاص وإنما بالنظام نظام متجذر نظام قاعد يقتل في الشعب الجزائري يقتل فيه المرحلية كل مرة يحيوا حاجة كل مرة يحيوا مقدس كل مرة يحيوا حاجة حتى يقرروا هذا الشعب الجزائري الرداء اللي راهم يشرفوا فيها في وسائل تعل الإعلام المختلفة لكن أم العصابة ربطوها بأشخاص معينين ربطوها بسعيد بوتفليقة وربطوها بحداد وربطوها بزيد وعمر من الناس منهم اللي راهم دخلوه للسجن ومنهم اللي راهم ربما راهم في الخارج بالتالي مفهوم انتعنا هنا للعصابة موجو المفهوم انتعهم حتى الحكم حكم انتع المحكمة قال مثلنا لا نظار والله لا توفيق والله ليس هو الحكم انتع الشعب والحكم انتع الشعب ليس هو الحكم الإلهي احنا رأنا مسلمين أولا وآخرا نؤمن بأنه فيه محكمة إلهية ونؤمن بالعدل الإلهي ونؤمن بأن الله سبحانه وعز وجل مهما كانت الأمور الحق يعلو ولا يعلو عليه مهما طال الزمن الحق يعلو ولا يعلو عليه وهذا الناس اللي هم حقروا الشعب يخرجوا مذمومين مضحورين ولعلكم راكم تشوفوا في بوتفليقة هذا اللي كان يتعنطر في يوم من الأيام راكم شفتوه نهاية متاع وكيفاش كانت وغيره غيره من من الطواغيت اللي راهم دركم يتحكموا في المصدر إذا كل إخوه الأخوات هذا الحراك هذا مثل ما قلت لكم هو استخدمها في البداية إذا كانوا حابين تحروا هذا الحراك تحروا من هذه الناس اللي راهم دركم هما قاعدين يمارسوا في التهريج تحروا من هذه الناس اللي راهم دركم هما راهم هما في خدمة هذه السلطة لأن السلطة من بين المخططة انتحها هي امتصص الغضب لما انتت سير انتها تألف الناس حاجة تألف الناس حاجة يضب قال مثلا مثال نعطيكم كمثال قال أوع لي بالحاج هزوه يقول لك بعد 4 ساعة قلت لهم انت حاجة روتين تأكيد سير انت تخرج 1 2 3 ذي غالجيري جينيرو أعلى بوبان جينيرو هم بعد خلاص تعيط 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 واتباح وصي هذا الناس هما لكي تتزعجهم لازم يكون وحدة وحدة حول المشروع تكون قاعدة شعبية صلبة الناس عندها مبادئ الناس مضاف الناس فاهمين ان هذا الالعب انت على السلطة الناس متوحدين وتخدم الناس تخدم في الخدمة انتهم تخدم في الخدمة انتهم وما بعد تأتي تقول لي انت تحاوس على التغيير تغيير تغيير لازم عالم واحد رأي الوطنية الواحدة الناس اللي كانت هزة هزة السلاح في الثورة عربي ولا قبيلي ولا شاوي ولا ترقي كان هزة العالم الوطني تربح كان حتى واحد كان هزة الهم وحدة كان يقول بللي انا راني ناظل على هذه القاضية هذه كانت الناس تناظل من أجل الجزائير اذا كانت شوفوا بللي هذا الاستقلال عن الجزائر الصورق اذا كانت شوفوا تاريخ عن هذه الجزائر الصورق يالله وصلوا على النهج المجاهدين وصلوا لنهج هذا الناس اللي هوا محبوا يحروا البلاد ويحروا المواطن الجزائري وصلوا في النهج occ تتعلي في القيادة في ثورة مهما كانت الاختلافات متاعنا معهم ومهما كانت الأخطاء متاهمة لأنه الظروف اللي عاشوا فيها هما لست الظروف اللي نرى نعيشين فيها نحن نقرأ والواحد يتحدث بالتليفون هما رام كانوا باش يوصلوا للشعب كانوا يقطعوا يقطعوا للليالي والأيام كان منهم المخير بل كي يلقى بغلى والله يلقى داب يمشي عليها تذكرك تتكلمرك في واشنطن وتوصل للإنسان اللي رأيه في تمرس في لمح البصر إذن الأخوة الأخوات هذه هي المسألة إذا حبينا على جلبة يكون هناك تغيير هذا الناس اللي هما في وقت من الأوقات خذاوا خطاب وكين منهم اللي رأيه سهم هو في تضمير معنويات كثيرين من الجزائريين الآن الأول للمراجعة ناس كلها تراجع نفسها قالوا وين غلبت هنا يا وين لازمني أنا صح الأخطاء نتعي تلتقي الناس على مائدة الحوار قبل أن تلجأ الأمر واحد أخرى موسيقى موسيقى